بيقولك مرة واحد راح السينما طلبت اسكرتين قص وكنين سلوم احنا قلنا مليون مرة الراجل ده ماينفعش يهزر احداث في المقص بتبتدي مع جيب ويلسن وامراته ادليد وولادهم الاتنين جيسون وزورة وهم متوجهين لمنزلهم الصيفي عشان يقضوا الاجازة كل حاجة بتكون طبيعية في البداية وبعدين بتبتدي تحصل سلسلة من الاحداث الغريبة وبتنتهي بتعرض بيتهم للاقتحام بالليل وبنتبين ان المقتحيمين دول ما هم الا عيلة مشابهة تماما ليهم نوايا المقتحيمين مش واضحة قوي ولكن شكلها كده هتاخد منحنى عنيف فقال ويلسن بينطلقوا في محاولة كابوسية لانقاذ نفسهم والاكتشاف مين هم المقتحيمين دول وعاوزين ايه بالزبط فيا ترى ايه اللي حيحصل في منتصف 2016 ظهرت اخبار بان جوردن بيل من التنائي الكوميدي كيان بيل بيخرج فيلم رعب اسمه جيت اوت الفيلم ده فاجئ الجميع واستمر تقديره في الانتفاخ لغاية لما انفجر في وش العالم بتلت ترشحات للأوسكر وفوز بجائزة السيناريو الاصلي لذلك لما ظهرت الاخبار عن فيلم اس العيون كانت مفنجلة للاجابة عن سؤال واحد هل جيت اوت كان مجرد ضربة حظ ولا احنا فعلا بنشهد ميلاد صانع افلام مهم طب قبل ما نجاوب السؤال ده ياريت تشجعوني كده بلايك الجدعانة وشير الشهامة وسبسكرايب الاشباح عشان ربنا يكرمنا كده ويفتحها فوشنا كلنا بإذن الله في تأدير الشخصي فيلم اس بكل تأكيد دليل على ان جوردن بيل بالفعل صانع افلام مهم ومتميز عنده رؤية وعنده فلسفة في كل العناصر السينمائية اللي بتجتمع مع بعض في النهاية عشان تشكل بصمة فريدة بالاضافة لكونه فان بوي حقيقي لنوعية افلام الرعب مقدرش اقول ان هو بيقدم شيء مختلف بشكل واضح فيما يتعلق بطريق الطرح القصة او الايقاع او التجربة البصرية مقدرش اقول انه بيدفع ممثلينه عشان يقدموا اي شيء مختلف عن شكلهم واسلوبهم المعتاد بس لما تحط كل المكونات دي مع بعض بتطلع في النهاية بمذاق مختلف ده التفسير الوحيد اللي عندي لليه حسيت بان فيلم جيت اوت وفيلم اس متشابهين تماما وفي نفس الوقت مختلفين جدا زي جيت اوت بالزبط الفيلم بيبتدي بتسلسل متقن جدا ولكن مش واضح قوي ايه علاقته بقصتنا وزي جيت اوت بالزبط عندنا اغنية في تتر البداية بتشعر المشاهد بعدم الارتياح رغم انك ما تقدرش تنكر انها حلوة جدا زي جيت اوت بالزبط الطريق بيلعب دور مهم زي جيت اوت بالزبط الفكاهة لها تواجد محسوس وزي جيت اوت بالزبط حنطلع من الفيلم فاكرين ادوات معينة وبنحاول نفسر معناها وحاجات تانية كتير زي جيت اوت بالزبط بس هل ده معناه اني اقدر اقول اني شفت صانع افلام بيعيد استنساخ اللي نجحه في تجربته الاولى؟ بكل تأكيد لا على قد فهمي في المقص بيقدم تناول حاد لمفهوم الطبقات الاجتماعية ازاي الناس ببساطة بتتأسم في شرايح؟ وازاي تم اقنعنا بان ده بيحصل بناء على التعليم والذكاء والمعرفة والثقافة بينما على ارض الواقع هو معتمد تماما على المظاهر والقدرة المادية اللي بيكفقوا المحظوظ بسخاء كبير جدا وبيعقبوا الاقل حظا بقصوة شديدة جدا وبعدين نتحرك للجزء الشائي ايه الاحاسيس اللي عمالة تتكون عند كل طبقة تجاه الطبقات الاخرى؟ وايه اللي هيحصل طالما كلنا متجهين لنتيجة ان العالم ده بكل اللي فيه مايكفناش كلنا الفيلم بيناقش المفهوم ده بطريقة ذكية في عدد كبير من المشاهد والتسلسلات المعبرة جدا ومفيش ثانية واحدة حسيت فيها انو الامور بتترتب بزيادة عشان تقدم الفكرة دي او للامانة هو فيه ثانية واحدة حسيت فيها انو الامور بتترتب بزيادة عشان تقدم الفكرة دي لأن على الرغم من الأبعاد الفلسفية دي كلها عندنا في النهاية قصة مرعبة متماسكة جدا وإيقاعها مضبوط تماما وعليها رشة كوميديا وآه أنا عارف أن جوردن بيل صرح كده مرة بأن الفيلم ده رعب فقط ومش زي جيت آوت والحاجة الوحيدة اللي أنا متفق معها أن الفيلم ده مش زي جيت آوت فإن الكوميديا بتاعته مش دايما بتلمس الوطر الصح في بعض الأحيان كانت ذكية جدا وفي أحيان تانية كانت تايها تماما ولكن في تصنيف الرعب الفيلم ده وبالزبط زي جيت آوت فريد جدا على قد ما أنا فاكر ما قدرتش عدة خضة واحدة مفاجأة في الفيلم كله لأنه فيلم مخيف أكتر بكتير من كونه مرعب في صورته وفي رتمه وفي حركة شخصياته وفي الموسيقى وفي الحوارات وفي الحواديث اللي بتتحكي كل ده خلاني متفاعل جدا مع السيناريو وكل ما كنت بتفاعل أكتر كل ما كنت بخاف أكتر وهنا مقصودش أقول أن مصدر الخوف معتمد تماما على تخيلاتنا الحقيقة أنا بقيت مقتنع أن بيل أتقن القدرة على استخراج لحظات مرعبة من أي تجربة في حياتنا العادية ودليلي على ده هو تسلسل البداية أنا متأكد أنه لو دخل المساحة اللي أنا بصور فيها دي حيلائي زوايا مرعبة عمري ما فكرت فيها قبل كده وبعيدا عن ده كله أنا معرفش إزاي ممكن حد ما يتفاعلش مع سيناريو الفيلم ده لأن الموضوع اللي هو بيستعرضه وعلى العكس من جيت أوت مش متعلق فقط بعرق معين في منطقة معينة وده خلاني أتفاعل أكتر وأكتر مع الأحداث ومع الفكرة من غير منسى مدى تفوق كل المكونات السينمائية وبالتحديد التجربة البصرية والأداء التمثيلي الفيلم مليان لوح من كل الأنواع من بدايته لنهايته لوح تعلقوها في قواتكم وتعلقوها في أحلامكم وتعلقوها في كوابسكم ومش بس لوح ساكنة في مشهد ديناميكي معين قرب نهاية الفيلم أعتقد أن احنا هنقعد نتناقش فيه وندرسه لشهور ومش هشرح أي حاجة عن طبيعته لتجنب الحرب وعلى مستوى الأداء التمثيلي فالجميع في أفضل أحوالهم ولوبيتا نيونجو أفضل من أفضل أحوالها بكتير وكمان مرة مش عاوز أحرق حاجة ولا ساعدكم على أنكم تغشوا ولكن نصيحة مني تتبعوا تعبرتها يا جماعة لأن عنيها بتقول كل حاجة أص فيلم رعب مهم عنده روح حقيقية وقصة مسلية وأداء تمثيلي رائع وتنفيذ ممتاز ما هواش فيلم غامض على أي حال من الأحوال قصته سهل جدا تتبعها وفيها كل العناصر الجدابة الخاصة بالصدمة والمفاجأة ولكن حتقدروا بسهولة تفهموا أنه عنده أكتر بكتير من اللي باين قدامنا على السطح وقوام الدرامي المرن يستوعب طرق تفكير كتير ما فيهوش مشاهد مؤرفة ما فيهوش خضات رخيصة فلو حضراتكم ما كنتوش من محبي أفلام الرعب بشكل عام ادوا الفيلم ده فرصة تقييمي لفيلم أس هو 9 من 10 ومشكلتي معاه هي التوقيت والتوظيف الخاطئ لبعض اللحظات الكوميدية ويمكن كمان بعض النظريات المبالغ فيها شوية مناقشة الحلقة في رأيكم ايه هو أكتر فيلم مرعب كان بيحمل معاني عميقة بعيدا عن كونه بيخوف أصلا من عدمه ياريت تساهموا برأيكم في القومنتز ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وي باي